السلام عليكم نحاول في هذا الفيديو هذا نديره صفحة 80 74 صفحة 57 كتاب مفيد ثالثة إعداد ليكون أعداد حقيقي موجب قطعا قال لنا السؤال الأول نبينه هذا إذن لكي نبسط هذه العمالية كما سوف يمشي بالفرق سأقول لكم ندير واحدة لدينا بعد جد رمو ربع A زائد واحد ناقص جد رمو ربع A تسالف هذه حالة عندنا واحد في المقام إذن سوف ندخل المرافق هي جد رمو ربع A زائد واحد ناقص جد رمو ربع A عامل جد رمو ربع A زائد واحد زائد جد رمو ربع A أعلى جد رمو ربع A زائد واحد زائد جد رمو ربع A يعني ما ستساوي هذه مستبقى مراكم ثلاثة التي هي جد رمو ربع A زائد واحد أسئتنا ناقص جد رمو ربع A أو سئتنا هي جد رمو ربع A زائد واحد زائد جد رمو ربع A زائد واحد تساوي A زائد 1 ناقص A على جدر مربعة A زائد 1 زائد جدر مربعة إذن يمكننا أن نقول جدر مربعة A زائد 1 ناقص جدر مربعة تساوي 1 على جدر مربعة A زائد جدر مربعة إذن لن أضطر هذه إذن أضطر غير هذه ماذا؟ دعونها 1.6 تركزنا إذا وصلنا إلى هذا لدينا هنا أره موجب قطع لدينا أزائد 1 ره صغر قطعا من أره يعني أن ما سنقول جدر مربعة صغر من جدر مربعة زائد 1 يعني ما يعني جدر مربعة زائد جدر مربعة زائد واحد كل من جدر مربعة هنا زائد 1 ونقوم بغير هذه من جدر مربعة زائد 1 زائد جدر مربعة زائد 1 وا يعني ماذا؟ سنلاحظ هنا بالله ماذا هذه؟ جدر مربعة أ زائد واحد زائد جدر مربعة نلاحظها صغر منها من جوج جدر مربعة أ زائد واحد وهذه هي الثانية كيف ستكبر من جدر مربعة زائد جدر مربعة جوج جدر مربعة يعني سنبذل مقلوق واذا فهمت هكذا AURE هي واحد على جوج جدر مرباءة زائد واحد تتقلبوا واحد على جوج جدر مرباءة ومن هو؟ ما هي هذه واحدة لا جدر مرباءة زائد واحد زائد مرباءة؟ هي هذه هي جدر مرباءة زائد واحد ناقص جدر مرباءة صغر من واحد على جوج جدر مرباءة أكبر من واحد على جوج جدر مرباءة زائد واحد ومن بعد قالوا أن السؤال الثاني استنتج أن جدر مورباجوج محصورة تسعيد وتسعين على سبعين ومية وواحدة واربعين على مية وقالوا أننا لاحظوا أن عشرين كبر قطعا من عشر جدر مورباجوج إذن بالنسبة للسؤال الثاني سأخدم هذا السؤال هذا الشيء صالح لكل عدد حقيقي موجب قطعا إذن ما سنفعل؟ نأخذ نأخذ A كي يساوي 49 لكن كي يساوي لدينا إذن سوف تقول لدينا 49 زائد واحد جدر مورباجوج محصورة 50 ناقص جدر مورباجوج محصورة 49 ما هي؟ ناقص 7 صغر قطعا من 1 على جوج 7 وكبر قطعا من 1 على جوج جدر مورباج 50 يعني أن جدر مورباجوج محصورة 50 ناقص 7 صغر من 1 على 14 و 1 على جوج جدر مورباجوج محصورة 50 صغر من جدر مورباجوج محصورة 50 ناقص 7 يعني ما هي جدر مورباجوج محصورة 50 إذا لاحظنا جدر مورباجوج محصورة 50 هي جوج 25 صغر قطعا من 1 على 14 زائد 7 و نفس الشيء هنا جدر مورباجوج محصورة 50 ما هي؟ 1 على جوج في جدر مورباجوج محصورة 50 هي جوج 25 صغر صغر جوج 25 هذا ناقص 7 سيكون هنا زائد 7 صغر قطعا جدر مورباجوج محصورة 50 كنا هي جوج في 25 يعني أن جدر مورباجوج محصورة 25 ما هي؟ 5 جدر مورباجوج صغر هذه 1 على 14 زائد ما هي؟ 7 على 14 هذه سبعة الحالة على 1 إذا سنضربها 14 وحاولة 24 وحاولة 24 سبعة الحالة سبعة الحالة هي 98 على 14 و هذه سبعة ثانية سيكون هي 1 هنا سبعة ثانية ستخرج 1 للخمسة كما يعني سأقول أني خمسة فاتجوج هي 10 جدر مورباجوج زائد 7 صغر من خمسة جدر مورباجوج إذن هذه ستقوم بخمسة جدر مور بأجوز صغر واحد زائد ثمانية وتسعين هي سعود وتسعين على ربع طرح ونحن بما أن إلى اللقاء سنرى قالوا أنه عشر جدر مور بأجوز كبر من عشرين سنقوم بعمل هذا إذا كانت عشر جدر مور بأجوز كبر من عشرين فواحد على عشر جدر مور بأجوز ستكون صغر كبر من واحد العشرين إذن ستكون هنا عن واحد عشرين زائد ثبع البأجوز من لماذا أ picking this one هناramos 20 كبر من عشر جدر مور بأجوز إذن واحد عشرين مقلوب ستكون صغر من واحد على عشر جدر مور بأجوز ونستطيع القوللي د each time of afternoon واحدة عشرين زائد ثبع عشر كبر من واحد اخر جدر مورب بأجوز زائد ثبع المstoche حسنا هذا الذي كتبت صغير من خمسة جدر مربع جوج إذن هنا لديه دابة و يعني أن خمسة جدر مربع جوج محصورة ما بين تسعود وتسعين على أربعطاش وهنا واحد على عشرين هذه سبعة بحيلة لها على واحد إذن سنقوم بحيلة تحليل المقام سنقوم بحيلة تحليل المقام ستتقول لديه مقام 1 و 20 ستقول لديه مئة واربعين على عشرين إذن خمسة جدر مربع جوج محصورة إذن خمسة جدر مربع محصورة بين سعود وتسعين على أربعطاش و مئة و وحضورة وعشرين على عشرين ومن هو هنا في 5 سوف نضرب كل شيء في 1 على 5 سوف تقول لي عندي هنا سوف نضرب هنا في 1 على 5 في 1 على 5 هنا في 1 على 5 وحتى هذه في 1 على 5 هذه الخمسة و هذه الخمسة سوف تختازل تبقى لي هنا جدرم وربعة جوش هنا سوف تأتي 99 14 في 5 هي 70 14 في 5 هي 70 و هنا سوف تأتي 141 و 25 في 20 هي 100 هذه هي النتيجة الأخيرة وهذا الشيء الذي سوف نصل إلى ونهاية حل التمرين